موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وينت رمضان كريم كل عام وأنتم بخير مشاهدين وفي البداية عذرون عن القطاع الخارج عن إرادتنا نظرا لأسباب صحية مررت بها والحمد لله تجاوزت هذه المحنة وأن نعود لاستكمال حلقاتنا لبرنامجكم برنامج وينت مشاهدين الكرام الكثير من المواضيع وأيضا النقاشات التي كتب عنها وتداولها الكثير والكثير من الناشطين والناشطات عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ليومنا هذا سنناقش ونقرأ ونتلو على مسامعكم على حضراتكم الكثير من هنا لكن بعد هذا الفاصل القصير تكرما ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد تستمر ميليشيا الخوثي بإجراءاتها التعصفية في المناطق الخاضعة لسيطرتها خصوصا في العاصمة صنعام الميليشيات مؤخرا نزلت إلى شركات القطاع الخاص وكذلك التجار ملاك العقارات وأيضا الأراضي لتحصيل أموال الزكاة خصوصا مع شهر رمضان المبارك وأيضا هددتهم عبر إشعارات ووزعتها لهم وأيضا بمعاقبة كل من يتأخر عن دفع الامتناع عن الزكاة وللفئات المستحقة يعني بهذه الإجراءات التعصفية ميليشيات الخوثي تكون قد منعت الكثير وأحرمت الكثير من الأسر التي بعض التجار يقوم بالتبرع لها من خلال توزيع السلال الغذائية لكن هذا الشهر ميليشيات الخوثي تمارس تعصفاتها وأيضا تضاعف من تلك التعصفات لتمنع التجار من صرف المساعدات الغذائية للمستحقين حول هذا الموضوع حول موضوع الزكاة وحول إلزام ميليشيات الخوثي وتهديد التجار بدفع إتاوات لها كتب الكثير من الناشطين عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بداية بمنشور لطارق الخداد الذي كتب حول هذا الموضوع في حائطه في الفيسبوك وقال الدولة هم الزكاة بالرضا وعيش اللوها بالصمير هذه هي المسيرة المسرقانية يا أحفاة تبع ويا أصل العرب وهنا مشاهدين الكرام تغريدة أخرى لوليد أحمد الذي كتب حول هذا الموضوع وقال الحوثي بعد أن سلب الناس قوت يومهم وقطع رواتبهم يهددهم بدفع الزكاة بالقوة وطول عمره لم يدفع زكاة وكان يمتنع عن دفعها إذن مشاهدين الكرام بالفعل المتتبع لتاريخ هذه الجماعة الإرهابية يدرك ويعلم أنها لم تدفع ولا ريالا واحدة للدولة منذ أن كانت في كوفي مران بصعدة اليوم بعد أن سيطرت على الدولة بعد أن سيطرت على مؤسسات الدولة بعد أن فرضت قوتها على المواطن وأيضا تطالبه بدفع الزكاة وتجمل صورتها أمام الرأي العام فقط وأمام الناس بينما في حقيقة الأمر هو عبارة عن جبايات الإجراءات الأخيرة التي تقوم بها من تعصفات ضد التجار وغيرهم وإلزامهم على دفع الزكاة ما هي إلا مسمى فقط هي مجهود حربي لكن بمنظور آخر وبمسمى آخر إذن تغريدة أخرى لمحمد الذي كتب حول هذا الموضوع وقال ندين ونستنكر بأشد العبارات أعمال التنكير والابتزاز الذي تمارس ميليشيا الحوثي بحق ما تبقى من رؤوس الأموال والبيوت التجارية الصامدة في مناطق سيطرتها تحت مسمى الزكاة وآخرها اختطاف التجار واقتحام واغلاق العشرات من المصانع والمحلات التجارية ومنع الغرفة التجارية من تنظيم مؤتمر صحفي أيضا نهفان الشيبة كان له رأي آخر خول هذا الموضوع وجميع الأرى مشاهدين الكرام تصبوا في أن هذه الميليشيات ميليشيا إجرامية ميليشيا تعصفية ميليشيا تحاول وإيضا تعمل ليست محاولة وإنما تعمل على نهب المواطن اليمني بشتى أنواع الطرق والوسائل وبمسميات عديدة حتى المسميات الدينية اتخذتها ميليشيا الحوثي وسيلة لنهب المواطن لابتزازه لأخذ أمواله وذهب بها لصالح عناصرها لبناء عقارات القيادات الخوثية في داخل العاصمة الصنعة وحتى خارج اليمن يعني في إيران وغيرها وأيضا لتمويل الحرب العبثية وأيضا لاستفادة منها لصالحهم فقط أما المواطن اليمني لم يرى منها شيء كان المفترض أنه يعني يتم حتى صرف النصف الراتب الذي سبقوا أن وعدوا بصرفه وتعذروا فيما بعد عن الصرف يعني هناك فوارق كبيرة جدا هناك أموال طائلة جدا تعمل ميليشيا الحوثي على تحصيلها وعلى نهبها من المواطن دون أن يستفد منها في المقابل أي شيء أيضا نهفان الشيبان غرداء وقال ميليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بفرض جبايات وإتاوات كبيرة على التجار الواقعين في مناطق سيطرتهم تحت مبرر الزكاة وسط رفض كبير من التجار بالرضوخ للحوثيين مشاهدين الكرام بالانتقال إلى موضوع آخر وهو رفع أسعار المشتقات النفطية وهو ليس بجديد على المواطن اليمني وخصوصا المواطن القابع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعة وبقية المناطق المسيطرة عليها من قبل ميليشيات الإرهاب الحوثية الآن أقرت الميليشيا تسعيرها رسمية للسعر الاستوانة والبنزين أو الدبا البترول في المحطات بـ 11 ألف ريال وهذا هو إجراء تعص في آخر من الميليشيات إجراء تسعى الميليشيات لنهب المواطن واستغلاله بشتى أنواع السبل والطرق هذه هي الميليشيات التي خرجت مطالبة بإسقاط ما سمي حينها بالجرعة اليوم المواطن يتذوق والمواطن يذوق والمواطن يتجرع الجرعات الجرعة بمرارة وحسرة والبندقية على رأسه إن تكلم فهو مرتزق حسب وصف ميليشيات القوثي ويتبع العدوان وأيضا يتبع قوى خارجية وبأنه من المنافقين وبأنه تكفيري ومن هذه الصفات التي تعمل الجماعات الإرهابية الدينية المرتدية لرداء الدين على إطلاقها للمواطن الذي يعبر عن رأيه والذي كان يعبر عن رأيه في زمن الدولة وفي زمن الديمقراطية وزمن ومساحة للحرية بشكل كبير في عهد الشهيد الزعيم رحمة الله عليه اليوم أصبح حتى منشور عادي على صفحة في الفيسبوك أصبح ملاحق صاحب ذلكم المنشور وصاحب تلكم الصفحة هذا دليل واضح على أن هذه الجماعة الإرهابية قمعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى حول ارتفاع المشتقات النفطية كان للكثير من الناشطين آراء مختلفة هنا نأخذ رأي لفهد سلطان الذي غرد حول الموضوع وقال عصابة الحوثي ودشنون السعر الجديد للبترول والغاز على النحو التالي البترول في السوق السوداء 15 ألف ريال وفي المحطة الرسمية مع طوابير طويلة 11 ألف ريال مادة الغاز في السوق السوداء 12 ألف ريال وبعد إغلاق المحطات التي كانت تباع بـ 7500 ريال الآن عقال الحارات وزعها بـ 6750 ريال يعني مشاهدين الكرام لك أن تتخيل أن سعر الدب الغاز في السوق السوداء تجاوز سعرها 12 ألف ريال كانت توزع لدى عقال الحارات تقريبا بـ 4000 إلى 5000 ريال الآن مع انعدام هذه المادة مادة الغاز أصبحت توزع عبر عقال الحارات بـ 6750 ريال في ظل أن المواطن اليمني يمر بمرحلة صعبة جدا المواطن اليمني منتظر حتى لفتات من الأموال لسد حاجته وحاجة أسرته المواطن اليمني الذي قطع راتبه المواطن اليمني الذي يتجرع الويلات بسبب ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تعسفات إرهابية بحقه في ظل وضع معيشي مترد وصعب للغاية كيف له أن يشتري الدب الغاز أو الدب البترول بهذا السعر الخيالي هذه هي رسائل الكثير من المواطنين والكثير من الناس عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا ما تزال الآراء تصلوا اتباعا عبر صفحتنا للبرنامج ومحمد المخلافي أيضا غرد حول هذا الموضوع وقال يسرق مرتبك وجود عيالك ويعدم الغاز ويرفع سعر البترول ويندع لك محاضرة ساعتين عن تقوى الله يا قوة الله والانفصام الديني والأخلاقي وبالانتقال مشاهدين الكرام إلى منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أيضا كان للكثير من الناس آراء مختلفة حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في المحطات الرسمية وكذلك السماح لانتشار الأسواق السوداء الموجودة في مراطق سيطرة الحوثي والذي يشرف عليها قيادات حوثية كتب عبد الملك الصعدي وقال نشكر الجهات الرسمية للرفع من معاناة الشعب السوق السوداء كانت عبارة عن طرويض هذه الصورة الآن من محطة وسعر رسمي وهناك ارتفاع للأسعار في كل شيء قد الواحد ما عاد اشتري رمضان يجي كل سنة والأسعار ترتفع في شهر رمضان حسب الله ونعم الوكيل مشاهدين الكرام وايضا الميليشيات للأسف يعني تغض طرفها عما يحصل تماما للمواطن اليمني المواطن اليمني الذي هو الآن يذوق الويل والألم والحصرة والجوع بسببها بسبب هذه الجماعة الإرهابية الآن هي تدعي أنها حاكمة وأنها دولة وأنها مسيطرة وأنهم يعني يحكمون المناطق القابعة والخاضعة تحت سيطرتهم وهم لا يستطيعون يعني إدارة شؤون المناطق تلك المناطق لا يستطيعون توفير يعني مستلزمات المواطن البسيط حاجة المواطن اليمني الأساسية لتسيير أمور حياته فقط تعمل على النهب فقط تعمل على السلب فقط تبحث عن مصادر للدخل وأيضا تبحث عن ما يمول حربها العبثية ضد اليمن واليمنيين وإلى البدري أيضا كان له رأي حول الموضوع حيث كتب في رمضان من الساعة الواحدة منتصف الليل حتى الساعة الثانية بعد الظهر والشباب والشيبات مفترشين الأرض منتظرين لحصتهم وهي دبة واحدة من الغاز المنزلي وانتو غازكم يأتيكم للبيوت والبترول يأتيكم عبر الكروت ومرتباتكم شهرية وسلات غذائية قدي هذه جنتكم أما في الآخرة تحرم عليكم كما حرمت على إبليس أيضا أحمد العشاري كتب خول أن هذه الجماعة هي وجدت أصلا واقتحمت المدن وسيطرت على مؤسسات الدولة بحجة أنها ثارت على الجرعة ومن المغرر بهم من وقفوا إلى جانب هذه الجماعة الإرهابية وسندتها لاقتحام المدن أقصد هنا من عناصر تابعة لها هم قصد أن هذه الميليشيات ستأتي كمنقد للشعب اليمني لكن كانت أرحم من ما يعيشه اليوم المواطن اليمني هنا يستذكر الكثير من الناس كلمات الشهيد الزعيم رحمة الله عليها الشهيد علي عبدالله صالح طيب الله ثراه عندما تحدث أن هؤلاء لو حكموا البلد سواء الحوثيين أو الأخوان المسلمين أو أي جماعة تدعي انتماءها للدين وفقط تعمل على جعله طريق للوصول إلى هدفها أن الجرعات سوف تكون مضاعفة أن سعر الكيس الخب بدلا من أن كان بـ 2000 إلى 3000 إلى 4000 ريال سيصبح بـ 20 ألف الدب الغاز ستصبح بـ 15 و20 ألف اليوم فعلا يتحقق كلام الشهيد الزعيم وإيضا الواقع هذه الجماعة الإرهابية يتحدث أن هذه الجماعة جماعة إرهابية أن الجماعة المتمسلمة والمتأسلمة تعمل فقط على جعل الدين غطاء لها لنهب المواطن وإيضا لفرض الجرعات المتتالية عليه إذن أحمد العشاري كتب وقال ثاروا لإسقاط الجرعة فأسقطوا الدولة وفقروا الشعب وضاعفوا الجرعة وكلها إنجازات ثورية لما يكون السعر الرسمي للدب 11 ألف ريال فسيكون سعر السوق السوداء في مقابل الأيام 30 ألف ريال جنان لا يشوبه خجل ولا ستر ولا خوف ولا حياة مشاهدين الكرام احتفلت المقامة الوطنية بمرور ثلاثة عوام من تأسيسها ثلاثة عوام وهي تقاوم ميليشيات الحوثي ثلاثة عوام حققت في إنجازا كبيرا للمواطن اليمني وصنعت انتصارا هائلا وانطلقت مئات الكيلومترات بدءا من المخى وانتهاءا على أطراف القديدة والذي منعها من التقدم واقتحام المدينة وتحريرها من ميليشيات الحوثي واتفاق السويد المشؤوم الذي وقعت عليه الحكومة مع ميليشيات الحوثي والذي منع القوات المشتركة والمقامة الوطنية والعمالقة وايضا القوات التهامية من اقتحام المدينة والسيطرة وتحرير الموانئ من الميليشيات الحوثية واحتفلت أيضا بإشعال الشمعة الرابعة لتأسيس هذه القوى الوطنية القائد طارق صالح غرد حول الموضوع وقال اليوم تختتم المقامة الوطنية عاما من جهدها وجهادها وغدا تبدأ العام الرابع نتذكر كل قطر الدم سكبها شهدائنا وجرحانا في سبيل يمن المواطن المتساوية ليجدد التزامنا نحن وكل مقاتل في مترسه أننا على العهد ماضون لله والوطن شاهدين الكرام ونختتم حلقتنا لهذا اليوم بمنشور تحدث عن التعايش لمحمد المسمر الذي كتب وقال الكنيسة في مصر تحتفل برمضان وتشارك المسلمين احتفالهم هذا هو التعايش الذي نريده في بلادنا غير هكذا سنستمر في الاختتال إلى أن يفن الجميع ويبقى طرف وهذا لن يحصل أبدا يعمي استمرار الصراع وصلنا مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات إلى ختام هذه الحلقة ليوم هذا نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير تمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة